يا ابن مهزيار لو لا استغفار بعضكم لبعض لهلك من عليها إلا خواص الشيعة التي تشبه أقوالهم أفعالهم فإن مقتضى الأخوة الإيمانية كما في قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة أن يدعو المؤمن لأخيه المؤمن من دون أن يقول له بل يتأكد ذلك إذا كان مسيئا إليه فإنه إذا أساء إلي شخص واستغفرت له بظهر الغيب راجيا بذلك القرب من الله تبارك وتعالى ومزيد غفرانه فإن هذا من أعظم مراتب الأخوة ومن أعظم مراتب صدق الأخوة بين المؤمنين ولذا ورد عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لو لا استغفار بعضكم أيها المؤمنون لبعض لهلك من عليها فإن كثيرا من الناس قد يقع في الخطر لو لا وجود من يدفع عنه الصدقة وإن كثيرا من الناس قد يقع في الخطر لو لا دعاء أمه أو أبيه له وإن كثيرا من الناس لا يقع في الخطر لو لا استغفار آخرين له من حيث لا يشعر ولذلك جرت سيرة مراجعنا الأعلام ومنهم السيد الأستاذ مد ظله على التصدق عن عموم المؤمنين من حيث يدر المؤمنون أو لا يدرون فهو يقوم بالتصدق بشكل يومي عن جميع المؤمنين وقاية لهذا المؤمن عن الخطار وذاك المؤمن عن الهلاك وذاك المؤمن عن البلاء